السلام والحوار بلا جدال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه مرحبا بحضراتكم في برنامج هذا ديننا أسعد بإخوتي وأسعد بالقائمين على القناة وأسعد بالمشاهدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في أحسن حال وأتم صحة وعافية موضوع الحالة النهاردة أيها الإخوة كيفية الاستعداد لشهر رمضان كيفية الاستعداد لشهر رمضان اكترب شهر الخير اكترب اكترب شهر الكرآن اكترب اكترب شهر الصيام نعم اكترب شهر العباد شهر القوام اكترب الشهر الذي ينتظره العابدون الذي ينتظره المحبون اكترب الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يطرى سنصلي الترويح في مساجدنا هل يطرى سنفطر في مساجدنا كما كنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك إن شاء الله عز وجل وهذا حسن ظن مننا بالله إن شاء الله عز وجل سنصلي صلاة الترويح في مساجدنا أسأل الله أن يفرج همنا وأن يعجل لنا بفتح بيوته اللهم إن اشتقنا إلى بيوتك يا رب العالمين اللهم إن اشتقنا إلى بيوتك يا رب العالمين فأذل لنا بفتح بيوتك يا رب العالمين كيفية الاستعداد لشهر رمضان جعلت يعني العنوان عن صلاح السريرة كيف أصلح سريرتي قبل شهر رمضان وهذا الموضوع أيها الأحبة في غاية الأهمية إذا الإنسان يصلح سريرته يصلح قلبه يصلح السر الذي بينه وبين الله فإن أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينه وبين كل الناس إذا أصلح العبد ما بينه وبين الله أصلح الله عز وجل ما بينه وبين كل الناس موضوع السرير أيها الأحبة جاء ذكره في القرآن الكريم اسمع إلى قول الله تعالى في سورة الطارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يوم تبل السرائر السريرة أيها الإخوة الأحبة هذه السريرة لا يطلع عليها ملك مكرب ولا نبي مرسل ولا يطلع عليها شيطان فيفسدها هذه السريرة لا يطلع عليها إلا الله إلا من خلقها سبحانه وتعالى هذه السريرة أيها الأحبة هي علاقة العبد بربه هذه القطع الخفية في كل إنسان منها لا يطلع عليها أحد إلا الله قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الله عز وجل بفضله ورحمته إذا علم من عبده الصدق في طلبه وحرصه على إصلاح سريرته وتنقيتها من الشوائب واتخذ الوسائل التي تصلح بها سريرته أعانه الله على ذلك يعني إن العبد أخذ بالأسباب وسعى إلى إصلاح سريرته الله عز وجل هو الذي يعينه على ذلك أنت في كل صلاة وأنت تكرأ في صورة الفتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين فلا يملك إصلاح هذه السريرة إلا الله تبارك وتعالى ولكن ما هي الوسائل التي يصلح بها العبد سريرته كيف أصلح سريرتي أول أمر أيها الأحبة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأن يصلح الله سريرتي وكل واحد مننا أعلم بسريرته وأعلم بحاله مع الله تبارك وتعالى أنت أعلم بحالك مع الله وأنا أعلم بحاله مع الله عز وجل فدائماً وأبداً أدعو الله وتضرع إليه أن يصلح سريرتك فإنه لا يملكها إلا الله عز وجل ولا يملك إصلاح هذه السريرة إلا الله تبارك وتعالى قال تعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ إذن استعين بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لإصلاح السريرة دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه في أوقات الإجابة لإصلاح السريرة وتنقية القلب من مفسداته آه القلب تدخل عليه مفسدات تفسده زي الغل، زي الحقد، زي الحسد، زي الغش، زي الكره هذه الأمراض التي تدخل إلى القلب تفسده فالإنسان يضع الله عز وجل أن يصلح هذه السريرة ولا يملك هذه الكلوب ويثبتها ويصلحها إلا الله تبارك وتعالى يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله تذاكرت ما جماع الخير يعني إيه هو أجمع أبواب الخير أعظم خير ممكن الإنسان يعمله تذاكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصلاة والصيام وإذا هو في يد الله تبارك وتعالى وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا هو جماع الخير في الدعاء آه يعني كل الأمور الصلاة والصيام والحج والزكاة بيد الله عز وجل تبقين لي بإدك أنت تقدر أن تستعين به بالله تبارك وتعالى حتى يكشف وحتى يصلح سريرتك إلا هو الدعاء لذلك سيدنا عمر بن الخطاب قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فمن وفق للدعاء ألهم الإجابة ليه؟ لإني الإجابة موكلة إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى شوف سبحان الله كل الأسئلة في القرآن الكريم يقول الله عز وجل لنبيه يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن اليتامة كل إصلاح لهم خير إلا في مسألة الدعاء اسمع قال الله عز وجل لنبيه اسمع هذه الآية بقلبك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم كل الأسئلة يا محمد يسألونك عن الأنفال كل كذا إلا في مسألة الدعاء وإذا سألك عبادي عني لم يقول الله عز وجل لنبيه قل لا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل البشر إيمانا وهدى وصلاحا وهو رسول الهداية والنور صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان كثيرا ما يدعو بطلب الهداية والسداد وتثبيت القلوب وسلامتها وإصلاحها وتطهيرها فمن أشهر الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في دعائه كما في صحيح مسلم يقول اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نعم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا يقول رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي يبقى أول وسيلة أيها الأحبة من وسائل إصلاح الصرائر الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أضع الله عز وجل أن يصلح سريرتك فإصلاح السريرة أمر نهتم به العلماء كالإمام بن القيم وغيره اهتم بمسألة القلوب جدا وإصلاح الصرائر فإن العبد إذا صلحت سريرته صلحت علانيته الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح الصرائر قبل مجيء شهر رمضان أو استعدادا لشهر رمضان معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا آه إن انت تتقرب إلى الله وتتعبد إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا آه إن انت تعرف أسماء ربنا سبحانه وتعالى وتدعو الله عز وجل بهذه الأسماء فمن أسمائه مثلا السميع دائما وأبدا اعلم أنه يسمعك في أدق أمر حتى وإن حدثت بذلك نفسك فإن الله عز وجل يسمع ذلك من أسمائه البصير سبحانه وتعالى أنه يراك يرى حركاتك وسكناتك ويرى ما في قلبك وإن كنت تخفيه من أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب فلابد أن يشعر العب بحسن مراقبة الله عز وجل قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك منزلة الإحسان أو منزلة المراقبة اللهم ارزقنا حسن المراقبة لك يا رب العالمين يقول الإمام بن القيم رحمه الله كلاما قيما يقول فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته شرح صدره بقبول صفاته العلا وتلقيها بالقبول ويلقاها بالرضى والتسليم وأزعن بالإنقياد فاستنار قلبه واتسع صدره وامتلأ به صرورا ومحبة يا سلام الإنسان لما يعيش مع أسماء الله عز وجل للحسن وصفاته العلا ويتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء والصفات يعيش يرى لذلك أثرا في قلبه يرى لذلك أثرا في حياته يرى لذلك أثرا في كلامه أثرا على سلوكه نعم ويقول أيضا في موت آخر علم العبد بتفرض الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا اللي هي السريرة ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا إذا صلحت السريرة وإذا صلح الباطن ظهر ذلك على الظاهر وظهر ذلك على علانية العبد أيها الأحبة فسبحان الله العظيم من أسماء وأعلى سمرات معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أنها تجعل العبد عنده دائما وأبدا خشية لله ومراقبة لله تبارك وتعالى يقول الشيخ السعدي رحمه الله إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن توحيد الله عز وجل أو التوحيد الثلاثة يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات نعم لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت اسمع قال انظروا بيقول لأصحابه أصبحنا؟ هل أصبحنا؟ فقيل له لم تصبح بعد فقال انظروا أصبحنا؟ فقيل له لم تصبح بعد حتى قيل له لقد أصبحت فقال معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار بيدعو يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال ده داء وهو في السكرات سيدنا معاذ بن جبل يقول هذا سكرات الموت يعني فقصد بيهم أنه كلنا يعني هندوق يعني سكرات الموت ولا فيه ناسها تقلع أرضها بالسؤل لو فيه ناس بصعوبة تمام تمام ماشي شكرا على اتصالك الموز آه طيب تمام ماشي اتصال والأستاذة نهلة أنا معايك معايك صلات الله وبركاته أنا أنا فقاد مسكندرية بعطيك للحضرتك ما عايش الخط فصل من فضلك كنت بس عايزة أقول للحضرتك أن أسمع الله الحسنة أنا حفظها وفهمني ففي أسمع الله الحسنة ثاني للشك مشاري راش لقد أصدرت الشك مشاري راش أنا فهمت السؤال على فكرة أنا فهمت السؤال تمام ما جاوبتني دي حاجة أنا هجاوب في نهاية الحالة يا أستاذة نهلة طيب السؤال التاني معايش هم بص فيه سؤالين تاني السؤال التاني السنة اللي فاتت أنا كنت صلت في رمضان صلات التسابيح في جامع فتك دلتها على أساس بعد كده إيه إلي أنا إيه أحط الموبايل على ودني أو أحط الموبايل وعليه ووصلي فعال كده يجوز أو لا يجوز تمام أنا موضوع صلات التسابيح شكرا نسو زمان أكمل الوسيلة الخامسة الإكثار من ذكر الله عز وجل والأعمال الصالحة وكما جاء في الحديث القدسي الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل السنن وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن أتاني يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن أتاني يمشي أتيته أهرول الحديث رواه البخاري يعني من وسائل إصلاح الصرائر الاكثار من النوافل الاكثار من صيام التطوع ومن صلاة التطوع أيها الأحبة هذه من الأمور التي تصلح صرائر العب وذكر الله عز وجل يذيب قسوة القلب ويزيل صدأه القلوب بتصدأ؟ آه القلوب بتصدأ يعني ممكن يبقى في صدأ على القلوب آه في صدأ على القلوب القلوب بيبقى على هران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة القلب قال أذيبه بالذكر أي بذكر الله عز وجل كلام ده في الوابل الصيب للإمام ابن القيم رجل يقول للحسن البصري يا إمام يا أبا سعيد أشكو إليك من قسوة القلب قال أذيبه بذكر الله عز وجل ذكر الله تبارك وتعالى يجعل القلب نظيفا يجعل القلب نقيا يجعل القلب خالصا يجعل القلب سليما يطهر القلب قال أذيبه بذكر الله وأفضل الذكر أيها الأحبة كراءة القرآن وتدبره حيث إن في ذلك حياة القلوب وصلاحها واطمئنانها القرآن خاصة إن تدخل عليك أصلا شهر القرآن فلابد أن تستعد لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن بقلب حاضر لازم يكون قلبك حي قبل مجيء شهر رمضان سريرتك ليس فيها حب إلا لله ليس فيها حب إلا لله تبارك وتعالى فإن أصلح العبد سريرته قبل شهر رمضان جنى ثمار ذلك في شهر رمضان المبارك الوسيلة السادسة من وسائل إصلاح السرائر قبل شهر رمضان محاسبة النفس آه حاسب نفسك والله لما تحاسب نفسك أنت بنفسك أهوا من يوم القيامة محاسبة النفس قال تعالى اسمع وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا يعني حسبها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أهملها لم يحاسبها وقال تعالى في نهاية صورة الحشر آيات في غاية الروح اسمع بقلبك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم سمعنا الصلاة على حبيبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيِّس من دان نفسه أي حسبها وعمل لما بعد الموت وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ الحديث رواهي الإمام الترمذي الكيِّس من دان نفسه أي حسب نفسه وعمل لما بعد الموت وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فإنه أهون عليكم في الحساب غدا وتزينوا للعرض الأكبر هذه كانت بعض الأسباب التي تعين على إصلاح السرائر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرائرنا أجمعين أجاوب عن الأسئلة التي أتت إلينا اتصال الأستاذ أحمد بيسأل بيقول هو النهاردة صيام ولا بكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي هي الأيام القمرية ثلاثتاشر اللي وانبارح واربعتاشر اللي والنهاردة وخمستاشر وبالنسبة لشهر شعبان أكثر فيه من الصوم سيدة عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صيام شهر غير رمضان إلا شهر شعبان ده بالنسبة لسؤال الأستاذ أحمد الأستاذ نهلة بتسأل عن الأسماء الحسنة بتقول إن أنا كنت حفظ الأسماء الحسنة وبعد كده لقيت أسماء حسنة تانية الأسماء الحسنة سابتة في كتب لأهل العلم وخاصة أهل السنة فأثبتوا أسماء هذه الأسماء يعني يصح نسبوا لله عز وجل وأثبتوا أسماء لا تصحي لله عز وجل يعني في أسماء قالوا أن الأسماء دي لا يجوز أن يتنسب لله عز وجل زي ما بيقولوا في حديث صحيح وفي حديث ضعيف فهم أثبتوا بعض الأسماء فطبعا بالاطلاع على كتب أهل السنة أو سماع أهل السنة والشيخ علاء سعيد وغيره من العلماء عملين حلقات جميلة جدا عن أسماء الله الحسنة كذلك صلاة التسبيح الأستاذة نهلة بتسأل عن صلاة التسبيح صلاة التسبيح الحديث اللي ورد فيها أستاذة نهلة كثير جدا من أهل العلم ضعف هذا الحديث طيب أسباب إجابة الدعاء الأستاذة مها بتسأل عن أسباب إجابة الدعاء ولدها مريض أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعفو عنه تسأل إيه هي الأسباب التي تجيب الدعاء أولا حصن الظن بالله إطابة المطعم إطابة المأكل إطابة المشرب إطابة الملبس إن أنا أكون عندي بأخذ بالأسباب لإجابة الدعاء وأولها أولها حصن الظن بالله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى سيشفي الوالد بإذن الله أم يوسف بتسأل عن قول الله عز وجل كل نفس زائقة الموت هذا على كل أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم كل زي الآية اللي في سورة الرحمن كل من عليها فان وقول الله عز وجل أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون كل نفس زائقة الموت ولكن طبعا هناك فرق بين المؤمن وبين الكافر المؤمن تخرج روحه كما يخرج الماء من في السقاء قطرة ماء تخرج كده يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إنما الكافر والعز بالله يعزب عند خروج روحه فشتان هناك فرق بين المؤمن وبين الكافر طيب فيه رسالة جات بتقول هل يجوز إعطاء غير المسلمين من المساعدات طبعا يجوز يجوز من باب تأليف قلوبهم يجوز إن أنا أعطي غير مسلم من إن أنا أساعده البر أيها الأحبة البر والإحسان لأي أحد وأنا أرى أن ذلك يفتح يعني قلبه للإسلام ويرى أخلاق المسلمين الطيبة بفضل الله تبارك وتعالى في أي أسئلة معنا تاني أستاذ ده آه طيب كده إن شاء الله وقت الختام وهو الدعاء ونحن في أمس الحاجة إلى الدعاء والله أدعو وأنتم تؤمنون اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم فرج همنا واكشف كربنا واكشف كربنا واكشف كربنا اللهم أذن لنا بفتح بيوتك يا رب العالمين اللهم عجل لنا بفتح المساجد قبل شهر رمضان اللهم عجل لنا بفتح المساجد قبل شهر رمضان وعجل يا رب بفتح بيتك الحرام للمعتمرين والحجاج اللهم ارفع هذا البلاء واكشف هذا الوباء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح سرائرنا اللهم أصلح سرائرنا قبل شهر رمضان وتب علينا قبل شهر رمضان وحبب إلينا القرآن وافتح قلوبنا للقرآن اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم فرج همنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم ارزق كل أزواج المسلمين بالذرية الصالحة اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أمواتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخ وضلع الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم اجعل لنا من كل ضيك مخرجا ومن كل هم من فرجا وارزقنا من حيث لا نحتسر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا القفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة